ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الانتخابية الحالية والذي عقد بقصر الوادي بمنطقة الرفاع بحضور أعضاء مجلس الإدارة بدأ سموها الاجتماع بكلمة ترحيبية أشهد فيها بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والجهاز التنفيذي بقيادة الأمين العام سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي خلال الفترة الماضية منوها بالإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي لتواصل اللجنة الأولمبية مسيرتها في دعم مختلف الاتحادات الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشريفة للوطن وبعد ذلك استعرض مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال ثم استعرض الأمين العام التقرير المالي للجنة الأولمبية خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى الثلاثين من يونيو 2022 كما استعرض الأمين العام التقرير المالي والفني للمشاركة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت 2022 والتي حققت خلالها اللجنة الأولمبية 64 ميدالية ملونة بينها 20 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية كما استعرض المشاركة القادمة للجنة الأولمبية بنسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي ستقام بجمهورية تركيا خلال الفترة من التاسع لغاية الثامن عشر من أغسطس 2022 وذلك بمشاركة ستة ألعاب واستعرض مجلس الإدارة الخطة الموضوعة من قبل الأمان العام للمشاركة بأولمبيات باريس 2024 من خلال التركيز على الألعاب الفردية القادرة على المنافسة بدورة الألعاب الأولمبية وكما ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية المرفوعة من قبل الأمان العام لتطوير المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل فيما تم تحديد الاحتفال باليوم الأولمبي في الربع الثالث من العام الحالي 2022 واعتمد مجلس الإدارة برنامج صناعة الأبطال الأمر الذي يتماشى مع توجيهة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لتوفير الفرصة لكل رياضي بحريني لتحقيق الحلم الأولوبي عبر توفير الدعم المالي والفني اللازم لتمكينه للمنافسة على أعلى المستويات ترجمة نانسي قنقر